السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا فيديو جديد مع موديل جديد نتمنى انه ينال استحسانكم ويعجبكم هذا الموديل بالنسبة للناس اللي يطلبون مني موديلات خفاف هذا واحد منهم واللي بقى ما خيطتش جلي ليبتها بقى ما فاتش عليك الحال هذا الموديل خفيف ما شاء الله ويلق لستي وخدمتي تقدري توجديه في نهير وتلبسيتها نتيج لي ليبتك ان شاء الله بصحة وبالراحة موديل خفيف وكيطلع دغية يعني ما فيش شي حاجة بزاف ديال الخدمة كملوا معي الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا طريقة كيفاش يعني غنشارك معاكم الرشما دابا وتطبيق من بعد ان شاء الله كملوا الفيديو حتى الاخير غنعطيكم العبار ديال الرشما فيها 35 سنتيم في الطول بالنسبة للبنات اللي كيسولوا على الرشما شحال فيها ها هو يعني غتخرجوا من هاد الفيديو ان شاء الله بكل شي المعلومات اللي بغيتوا بإدني الله اه خليتها ليكم بجديروا لها كابتوغ ديكو دا بغن نشارك معاكم الرشما ديال الكميم درتم انا فورقة وحدة باش باش يكون عندكم كل شي فورقة وحدة فيها اه اه اتنين وعشرين سنتيم في الطولة هي هادي ديال الكميمات اه هدا ما يخص الرشما اللي بغيتها مع لها غي تدير لها كابتوغ ديكو وتخرجها من اي سيبير ولا ترسمها اللي استعرف ترسم لا تقدر ترسمها ماشيش حاجة صعيبة هي هادي الرشما العبارة راه عندكم اه بنسبة اللي خدمنا بهاد الوين هو هدا اللي خدمنا بهاد الوريدات اللون تقريبا توب وخدمناه بالضوغي العقاق المات صونه كيف ديما كل شي ما تصونه هادول اللي خدمنا بيهم حاليا مني غايكون شي عقاق اخر غنشارك معاكم الخيط النيلو حتى هنا خدمناه بالبيض لان ما لقيناش اللون بالضبط غنشارك معاكم العريش كيف دائما كنقول لكم اني كنشارك معاكم حويجة حويجة يعني اكشي اللي غاي تعود فرشما كاملة وكي غتشوفو راه ها ساهلة يعني ساهلة البنات اللي بغي يطبقوا هنا كنخدم بربعة لقيقات وكرجع الوسط كننسى دائما كننسى دير الخط الوسط بالنسبة اللي بقى مبتدئة دير الخط الوسط تقسم به العريش على جوج ان انا را كرجع الوسط كنخدم جهة ليمن وجهة ليسر في نفس الوقت يعني الى تبعتوا معايا الفيديو اجبكم الموضيل كنوا اكيدين ان رشما غدا تنجح لكم وغا تكونوا جنتوا ما بجليل يبتكم ان شاء الله نهار العيد موضيل ساهل ساهل يعني اي مبتدئة مبتدئة بزفت اللي بنات كيسولون كيقولين مبتدئة وغي نرش ما تساهلين هادي لكم يعني اللي بغا تخدمها اسهل ما يكون يعني دغية تخدميها كي كتشوفوها هو العريش بسهولة كيطلع يعني كتخدمي جهة ليمن وجهة ليسر في دقة واحدة ربعة لقيقة سنخدمها بيهم كاملة ما غداش ننقص كنظن انه واضح لكم منين كندخل البراء ومنين كنخرجها هاو العريش ما شاء الله ضغية يعني مسربي را كيف قلت لكم را هاكا اطلع مسربي هاد الرشيمة هندوز نخدم معاكم هاد العريش حتى هو شوفو كيفاش بديت الخدمة يعني تركزوا لادرة الخط الأول الى الخط على الرشمة شوفوا كيفاش غمضة نخدم يعني هاد بحال هاد هاد التقنيات حاولوا تركزوا اليهم كنعود نرجع را نحاول اني نتقل الخدمة باش يبال لكم طريقة كيفاش مني غنطل كارجع في جوش العقيقات يعني كنخدم بربعة وكنرجع في جوش وكنرجع حداها يعني مش يفق منها باش ميش يجدك شي مراكب دائما كنخرج لبراء بحال هادة كول الابار دي اللعقيق ولي كناخد باش كنخرج غنعود من دي الربعة غنخدمو معاكم كامل باش شوفو كيفاش درت كيفاش درت الدورة كامل وجاس من القاعدة يعني باش تكون عندكم فكرة عام مع الموضيل كيفاش غد يطلع وبالنسبة اللي بنات اللي كيشوفوا القناة الاول مرة تقابونوا وفعلوا الجارس باش يوصلكم الجديد واللي قدامين معنا كنقول لكم تنتو ما مرحبا والف مرحبا ما تنسوناش من لايكات البنات ما تنسوناش لها لا يخطيكم رابا بفضل تشجيعات دي لكم حنا ما زال كنستمرو وما زال كنشاركو معاكم الجديد دي الجديد يعني فيما كيكون عندي شي موضيل كنشاركو معاكم يوات انتو ما شجعونا ما تحرموناش من لايكات وغنكمل معاكم هاد العريش شوفوا كيفاش غادي راح بقيت غادة بنفس الطريقة يعني ما بدلش غتخدموه كامل بربعات العقيقات وكتحافظوا لان الرشمة كتمشي وكتخرجوا بعبار هادك العقيقات يعني الصف اللي درتوا للخر هو اللي كتاخدوا عباره وتحطوا هادك ربعات العقيقات وتاخدوا عبارهم وترجعوا في جوج عقيقات يعني اسهل ما يكون شي حجة اللي سهلة شفتي كنحطهم داروري ما تحطيهم باش تاخدي عبارهم يعني تاخدي تاخدي القياس دير هادوك الربع باش ما يجيش دك شي ما باش كيجي غادي كلهم ستفط طريقة واحدة وكرجع في قياس جوجو وكنناخد عبار هادك الخط اللي يلا هدرت للخر شوفوا هانت يعني عباره هو اللي كنخرج به دائما باش كيجي غادي دك شي ضاير مقاعد وفي نفس الوقت راح كنخدم وكرجع الى الرشمة يعني الرشمة راح تهي ما كان نساها كان خرج بعبار هادك الخط اللي يدرت وكان رجع في جوجو عقيقات ولك را دائما كان رجع فوق الخط دي الرشمة يعني بغيتو يخرج لكم حلقة تبعوه من الول حتى الاخير ما ما فهمتيش حاجة وقفي الفيديو وتتعاودي البلاسة اللي بالضبط ما فهمتيش وكوني اكيدة ان الموضع غايتلع لك ما شاء الله وهذا حتى فجليل بادي اللي بنيتها صغار تقدر تديري لها مثلا لها في الصدر كافيين تقدري ما تدريش لها هيقع لكميمات يعني هادا اللي درتي تديريه لها او لتقدرت تأخذي الكوميمات اللي بنيتها صغيرة غير وريدها للوسط وهادو كتلاسة الورايقات اللي ضايرين باع لنا فتعلت بادي تدري لها الكوميمات حتى هما ما بغيتيش هادو اللي خدمت أنا في الكوميمات كافيين بالنسبة ل البنيتات الصغار بزافة الامهات كي بغوا يدروا بحاج اللي ليبتها بحاج اللي ليبت البنية ديالها هادا اقتراح هادا كاقتراح ها هو قرب نكملو شوفوا كيف الجاجة كلو ضاير مقاد يعني لا تبعتون تقنية اللي قتليكم غايخرج لكم ان شاء الله بحالو دا بغن دوز نخدم معكم الوراي دا حتى هي حتى هي غنخدمها بربعات لقيقات را تقلت هنا تصوير باش تبال لكم كيفاش هاي حطيت اللولين يعني كنحطهم على التراساج ديال ديال رشمة غنحطهم بربعات على التراساج وكنخرج القياس ديال هاداك العقيق اللي حطيت حتى هو را كنرجع بجوج عقيقات يعني نفس تقريبا تقنية باش كنبقى غاد على التراساج كامل باش غا تجيني الوريدة أديرة كين بزاف تقنية باش كنخدموها هاد الوريدة ولكن مولتها بغات هاد شكل بغاتها بالمهرس كين واحد تقنية كتخرج هكا تخوات دي كتجيبو حد العقيق ما شاء الله زوين ان شاء الله في موضلة جايين نخدمو معاكم حتى هما كي جو زوينين ولكن هنا مولتها بغات غير مهرس ما بغاتش ما بغاتش الزوم الرود وما بغاتش كان كيلي كيعمرها حتى بالزوم الرود بنسبة لقتراحات اللي بنات لكيبغوا اقتراحات كيلي كيعمرها بالزوم الرود كي كتشوفوا هنا را غا نبقى غادة بنفس هدي جوج العقيقات وكمقى دائما را نخرج بعبار هدا صف الاخر هدا اللي درت نخرج جوج عقيقات بعبارهم شي را نخرج بعبارهم باش يجيكم هكا مسيت تفو مقات مشي شي فوق شي را حاولت اني نخدمها معاكم كاملة الدورة باش شوفوا كيفاش غا تجي غير تبعوا معايا را ان شاء الله تعجبكم اللي ما بغاتش تخدمها هكا بالمهرس تقدر تعمرها كاملة بزوم الرود وكين واحد الموضي الاخر نشاركو معاكم في موضي اللي جي ان شاء الله تهو كيخرج كامل كيجي هكا تخوات دي تهو كيطلع ما شاء الله زوين كيكا تشوفوا هيا الدورة بدا تكاتبها لكم دائما كنرجع في جوج تعقيقات وكننخرج عبار هد الخط اللي درت كنخرج هو القياس مثلا هو القياس اللي كانخرج به دائما باش كنغادا باش كنجي نرشيما ضايرة راه تقريبا نفس تقنيات اللي خدمت بيهم حاولت نشاركو معاكم وشفتو الموضي لما شاء الله راه تغيق يطلع راه قلتها ليكم يعني اللي بقى ما خيطة جليلي بتا هلك بهذا الموضي يعني غاي وجدلك في الوقيت ان شاء الله وليا قلستي وخدمتي في نهار ان شاء الله يطلع لي وبنسبة لسلعة راه شاركتها معاكم راه شي ما راه عندكم بقى عندكم شي تساؤل خليوه ليا في الكمونطيرات كيشتو هيا دارت كاملة جا ضايرة يعني لا تبعتون في استقنيات هنا غندوز نعمرها بالمهرس بغيتوا مثلا تخدموها الدورة كي خدمتها أنا بالمهرس وتعمروها بالزمر وتهي جيزوينة بغيتوا تخدمو بنفس طريقة ها هي أنا غنشاركة معاكم غدا ضايرة عليه كامل حتى نعمر رشمة كاملة وكنتمنى ان الموضي اللي يجبكم وتخلوا لي رأيي ديالكم في الكمونطيرات ما تحرمونيش من الاراء ديالكم اللي كيفرحوني دائما والهلا يخطيكم وانا بيكم ما زال كنزيد نتشجع الهلا يخطيكم عليا غنبقى غدا بنفس الطريقة هنا نعمرها كاملة كاملة ها هي عقيقة عقيقة كاملة يعني تلك نشو غدرو الزمر ودرو عقيقة عقيقة من الاحسن لانا مني كتدري بزاف ما كيجيش موهم ما كيجيش زوين كتجي الخدمة من فينياش انا ما كعجبنيش موهم كاقتراح ديالي انا كتعجبني نخدم عقيقة عقيقة هنبقى غدا بي هكا كامل حتى نكمل هاد التعمار ديال هاد الوريدة كاملة هكا وحتى هاد الموضيل هكا جات زوين يعني تلك اللي بغي عمرها هكا تأي جات زوين بويت يتعمريها بالزوم ورد قدري يتعمريها بالزوم ورد هوا كيجي زوين كتجوفو انا كملت الدورة اللولى هنكمل الدورة الآخرين حتى هما نكملهم بنفس طريقة ونقى هكا دا يرد رحت نكمل ها كاملة كان نتمنى ان الموضيل يكون عجبكم حتى انتم ما حتى اطلع زوين وخط تصوير ما عطيش حقو رحم شاء الله كيبان زوين وخفيف دغي يطلع يعني دقاء داك شي كنبغي فيه حاجة خفيفة يعني الناس كيبغي داك شي خفيف وانا يقف نفس الوقت هوا قرر بكمل يعني كنبغ هكا دايرة وقدري تعمري تعمري شوائيا مشي بمشكي لغي انا بغيت هكا جيدك دايرة توقع داك كل شي غادي هكا دايرة بجيدك الوريدة دايرة كاملة او اقرب يكمل حتى هو راه كله كيطلع بالزربة حتى الدورة الخرطة هيجت دايرة الشي الوريدة كاملة غت جي عامرة هكا دايرة هوا قرب تكمل وكنت من أن النتيجة النهائية تكون عجباتكم كل موضيل كامل عجبكم واللي دارتوا تبرتجي معي تقول يا راح صيبتوا وعجبني وان شاء الله تلبسو حتى هي بصحتها وبرحتها بالنسبة الوريدة غنكمل ها معكم حتى الاخير كي قد شوفوا بش شكل ديالها كامل كيف اشتخدم الفيديو ناضي بإذن الله يكون كل شي عندكم كملوا الفيديو حتى الاخير كي قد شوفوا هذه هي النهاية ديال الوريدة كملتها إلى اللقاء إلى فيديو جديد ان شاء الله